السلام عليكم أصدقائي مرحبا بكم معي في فيديو جديد كنتمنى إن شاء الله تكونوا جميعا بخير وعلى خير فيديو اليوم إن شاء الله سيكون مخصص للقطة وهو من أهم الفيديوهات لمربيين القطة لأننا سنرى مجموعة من الأطعمة المضرة بهم والتي تسبب لهم عدة مشاكل صحية قد تؤدي إلى الموت لقدر الله تابعوا الفيديو أول هاد الأطعمة هو الدرايفود باعتباره أسرع وأسهل وجبة ممكن نقدمها للقطة أديانة هناك من يقدمه على أساس أنه وجبة أساسية ومعتمدة ولكن الدرايفود خطير جدا وخاصة الدرايفود الملون لأنه مالح جدا ويسبب لهم مشاكل في البول ومشاكل في الكري وقد تتفاقم هذه المشاكل وتؤدي بهم إلى الموت لا قدر الله لذلك ما خصنا نعتمد على الدرايفود كوجبة أساسية ودائمة بل نعطيه لهم مرة مرة إلا للضرورة ونأخذ نوعية درايفود تكون جيدة ونبتعد على الدرايفود الملون ثانيا الزبيب والعنب يقدر يجينا غريب بعض الشيء ولكن العنب من الأغذية التي تسببه فشل كلوي مفاجئ عند القطط لذلك ينصح أننا نبتعد عليها بصيفة نهائية ثالثا التوم والبصل التوم والبصل يؤديان إلى تدمير خلايا الدم الحمراء عند القطط ومشاكل خطيرة في الدم ويعتبر التوم أكثر خطورة من البصل لذلك لماذا نحاول أننا نجنبهم بصيفة نهائية والأغذية التي نعطيها القطط تكون خالية من التوم والبصل رابعا الكافيين المشروبات والأطعام اللي تحتوي على الكافيين خاصنا نجنبها بصيفة نهائية كذلك لأنها خطيرة للقطط وكتسبب لهم حالة دي الجفاف وكتحفز القلب والجهاز العصبي هذا شيء لماذا نعطيوش للقطط لدينا المشروبات والأطعام اللي فيها الكافيين وللإشارة راه الشوكولة حتى هي فيها الكافيين وأصلا الشوكولة ممنوعة للقطط خامسا البيض النيئ البيض النيئ كيحتوي على بعض الجاراتيم يمكنك تسبب لها بعض الأضرار مثل السالمونيلا أو القولونية لذلك يجب تجنب البيض النيئ ونعطيو القطط دينا بيض مسلوق مرة في عشر أيام أو مرة في الخمستاش اليوم كمصدر بروتيني سادسا الحليب الحليب بثاف ديالناس كيعتقدو أنه وجبة مثالية للقطط باعتبار أن القطط كيبغيوه ولكن هذا خطأ لأن الحليب كيتوفر على اللاكتوز واللاكتوز مدير للقطط وعندهم أيضا حساسية منه والحليب أيضا اللي كيحتوي على اللاكتوز راه كيدرهم حتف الأمعاء ديالهم هذا الشي لاش إذا بغينا نقدمو للقطط حليب نعطيوهم حليب خال من اللاكتوز أو نمتنعو عن الحليب بصفة نهائية لأنه مش ضروري للقطط البالغة وأخيرا لدينا الملح والسكر والتوابل الملح والسكر والتوابل لا قيمة لهم عند القطط وأصلا عندهم حساسية تجاههم لأن الطبيعي هو أن القطط يأكلوا لحوم خالية من الملح والسكر والبهارات وأصلا هذا الشي قدر يتسبب لهم في واحد الأمراض عديدة على مستوى الكيلية على مستوى المعيدة على مستوى الأمعاء يعني عدة أمراض هذا الشي علاش من الأحسن أنكم تعطوهم أكل بدون بهارات وملح وسكر وصلنا أصدقائي لنهاية الفيديو وكنتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه المعلومات وبسلام عليكم منطلقوا في فيديو جديد إن شاء الله وإذا كانوا كيعجبوكم بحال هذه الفيديوهات اللي فيها نصائح ومعلومات ما تنسوش تخليوا لي اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم وبسلام عليكم اشتركوا في القناة